ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعيدة وفي سلام وحشتوني جدا 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 النهاردة الحقيقة اتكلم مع اطور انا اتكلمت على الدار بتاعتها قبل كده والحقيقة فيه يعني ادهشوني الحقيقة بالاصدارات الجديدة عندهم واللي هي تحت اسم The East طبعا هم عندهم تصور للشرق الاوسط وبيحاولوا يوصلوا الصورة دي في صورة اطور في خدينا النهاردة نستعرض مجموعة من اطورهم وركزوا معي جدا لان الحقيقة هذه المجموعة تستحق مفيش عطر انا بتكلم عليه في القناة دي الا اذا كان يستحق العطر الاولاني هو عطر امبر مور بس قبل ما نقول امبر اند مور من دار اوربس خلينا الاول لاستعرض الزجاجة الحقيقة انها مدهشة يعني مسكة الازازة محكمة جدا في ايدي ده لانها خمسين ملي مش ميت ملي الكاب الخشب وانا اقدر جدا كل ما هو له علاقة بالطبيعة والحقيقة ان هما بيقولوا ان هما عاملين هند ميد على الازازة يعني بصوا كده الازازة بصوا كده الالوان اللي على الازازة من الظهر ومن الامام بيقولوا ان هي هند ميد وانا حاسس بفعلا ان هي كده هي على شكل ارت تست يعني على شكل اه في في ناحية ابداعية او فنية وانا بحب جدا اقدر جدا الشغل اللي من النوع ده طبعا اللي في الواجهة مكتوب عليه التفاصيل اللي زجاجة خمسين ميلي امبر اند مور وعملينه اكستريد وبرفام طبعا انا العطر ده اخترت ان يكون الاول لاسباب كتير لكن خلينا الاول نرش هذا العطر عشان نشرح ايه الاسباب الله حقيقي الله حقيقي العطر طحفة خلينا اقول بجد العطر طحفة شابو جدا لي دار اربس انها قدمت عطر من النوع ده امبر اند مور فكرته فكرة نوتاته بسيطة ماش هتحس ان انت هتقرأ نوت غريبة او لما حتى هتشمه بس لما تشمه هتستغرب لانه العطر بيحاكي الاجواء التراثية يعني فعلا الاجواء الشرقية التراثية ريحة العنبر مع ريحة سبايس بس السبايس ده داخل فيه لمحة بسيطة من جسد الطيب انا شاممها مع ريحة الهيل او الكاردومم او الحبهان الذي اذا دخل في شيء زانة وزيانة وريحة عنبر كهرماني خشبي فعلا واضحة جدا عندي شعور ان انا شامم ريحة بخور غير مدخن انتو عارفين بضرة البخور او عود الاعواد البخور بس عود بخور منطفق غير مدخن يشعرك انك انت دخلت مكان مقدس او مكان قديم زي قلعة ما زي كانك دخلت بهو قصر قديم زي كانك تنظر الى اجواء الى حد كبير تشبه الاجواء العربية القديمة اللي هي الخيمات الكبيرة الليالي الملاح مع الصهرات مع الاجواء الدافئة مع قناديل النور اللي ممكن تبقى منورة في كل زاوية من الخيمة يعني هذه الاجواء بالضبط ده جانب منها فيه جانب تاني انت ممكن تعيشه لو انت من الناس بقى اللي بتيجي مصر هنا كتير او بتروح البلاد العتيقة القديمة اللي عندها تراث تاريخي او قرث تاريخي عد عليه مئات والاف الاعوام هتبدأ تحس نفس الشعور ده حينما تدخل الى معبد حينما تدخل الى تشعر وكأنك دخلت الى قلعة من الحجر القديم كانت تعبر عن اساطير قديمة كان يسكنها الملوك فتشعر وكأنه الاحوال دي من اكتر العطور اللي حبتها في دور اوربس حقيقي عطر يعبر عن زوئي وعن احتياجي وعن زوئي الشخصي جدا العطر فعلا حلو الاداء بتاعه ممتاز جدا لا ينصح به في الاجواء الحارة قوي لكن مع نسمة الهواء الحقيقة العطر ده رائع لكل محبين العنبر الكهرماني الخشبي هذه دعوة كبيرة جدا لتجربة هذا العطر واختباره لانه الحقيقي انه هو يستحق فعلا يعني طيب العطر اللي بعده الحقيقة العطر اللي بعده خلينا نقول انه هو عطر برضو غريب يعني أنا العطر فكرته عجبتني جدا هو عطر تشوكليت اند انسنس تشوكليت اند انسنس انا ملاحظ انه هم عاملين حاجات تشوكليت اند انسنس وحاطين حاجات يعني تشوكليت انسنس غالبا ما شفناهمش كتير في توظيف العطور لكن هم غالبا قصدين وهم صرحوا بده فعلا انهم عايزين يحطوا نوتات متناقضة مع بعض عشان تطلع بصورة ما العطر ده حلو وآمن جدا لكل الناس اللي هي لا بتحب الجانب الشرقي لا تميل الى الجانب الشرقي المحد في نفس الوقت برضو مش عايزة تحط حاجة غربية قوي يعني اللي هي كده لا ده موزون الله حلو قوي شوكليت او بودرة الشوكولاتة خدينا نقول ان هي مش شوكولاتة بالمعنى المفهوم اللي هي شوكولاتة شوكولاتة بقى اللي هي اللي تجزعك دي لا هنا شوكليت بودري وفي رائحة الانسنس فعلا وهتحس فيه احد درجاته كده كأنه فيه فانيليا الفانيليا كتير في العطر فمخالية العطر مش سويت لكنه حلو يعني مش مور سويت بس حلو يعني ما تجزعش منه نفسك منه الانسنس عامل ريحة كمان الى حد كبير مدخنة في هذا العطر مودية بصراحة العطر في حدة تانية خالص العطر كلاسيكي وانا بشوفه جدا ينفع للبدل وينفع قوي قوي للناس اللي بتلبس لبس كلاسيك اكتر منه كاجول وطبعا العطر خريفي شتوي ولا ينصح انه يوضع في الاجواء الحارة فعلا بالمناسبة العطر التاني الاولاني اللي انا اتكلمت عنه اللي هو أمبر اند مور هو ده العطر ده خلينا اقولك انه ينفع جدا حتى للاجواء الرمضانية يعني ده مش ينفع ده ينفع قوي ينفع قوي لاجواء الرمضانية خصوصا انه هو مش الهارت نوت او اول ما بتروح الابنينج ما انتاش بتروح لسكة الحاجة تقصية او تعبدية او كده يعني هي مش روايح مثلا السعودية ومكة لا 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 هي برضو فيها شوية دلع يعني بعد شوية كده تبدأ تشم بقى ايه البنزوين مخلوط كويس جدا مع شوية فانيليا برضو العطر بيه حلو في الاخر يعني ما هواش سوفت سبايس ما هواش قصدي سبايس لا يعني العطر برضو لعوبة يعني خلينا نقول فعلا العنبر ده شوكولت تحفة وانصح جدا برضو للناس اللي هي بتحب الشوكولاتة نوت الشوكولاتة العطر فعلا رائع رائع ويستحق وانا انصح جدا جدا بيه للناس اللي هم تحت سن الثلاثين سنة او تحت سن الاربعين عام عطر متوازن جدا جدا شبابي وينفع انك وينفع طبعا لكبار السن لكن عصد اقول هو عايز شاب دلوع بس عايز يوزن يعني يبقى وازن نفسه كده شوية لانه الانسنس اخلى العطر له قوامش خصية بصراحة مش شوكولاتة وخلاص العطر بقى اللي بعد كده ده يعني صراحة يعني انا شميت هذه التوجهات من قبل مش شميت الريحة لا التوجه شميته في برضو حاجة في جرلان مش فاكر اوي اسمها ايه بس راح اسمها عن بالي هو عطر ريس بيري عود ريس بيري عود طبعا زي ما انتو شايفين ازازة زرقاء وعليها يعني طلطخ ذهبي يعني من اللون الذهبي الجولد والحيا شكله حلو شيك اوي اوي يعني انا بحي بصراحة صاحب الفكرة و اه اوه حلو اوي حيا حلو اوي العطر صراحة جميل هنا العود هنا العود في رائحة شوية من الدهن دهن العود مش العود الغربي دهن العود الشرقي والشرقي اوي بس مكسور بمعلمة بالرس بيري الرس بيري الرس بيري عامل هنا رائحة تشبه رائحة التوت الفاكهة الداكنة الرس بيري قل ما تشاء يعني قل ما تشاء بس هتحس فعلا بانك انت قادر تشم رائحة فاكهية يشبه شيء كده من كأنها ريحة خمور حاجة بسيطة كده وده طبيعي الكريز والرس بيري والحاجات دي كلها بيبقى فيها جانب محلو فاكهي داكن وجانب مائي فده طبيعي يعني لكن المخلية العود رائحة في حتة تانية خالص حتة غربية تماما يعني مع ذلك لم تفقد هذا العطر لم يفقد شرقيته في الجوانب بتاعته عطر مميز جدا حقيقة وكمان ينفع قوي كمان ان انت يعني تبقى تشب جانت القوي ونزل تصلي يعني اه دا يتاخد معك مش هو مش عطر تقصي خلينا نقول يعني مش عطر تعبودي قوي او روحاني قوي بس هو في العود متدلع وساح وينيح كده زي ما بيقوله العطر رائع الحقيقة خلينا اقول ان انا سعيد جدا انه المفيش اللي كان بتحاول تقدم نوع مختلف من العطور مع فكرة مختلفة مع فلسفة مسبقة للعطور دا شيء كويس وجايد ومميز وبيثير شغفي بصراحة يعني دي كان العطور طبعا الاداء بتاعهم ممتاز بالمناسبة اداءهم كلهم ممتاز بصراحة مجربتش حاجة في المجموعة هما كانوا ست عطور مجربتش منهم حاجة يعني قال اشيتي معي لقوا مع كلهم كانوا مميزين جدا جدا بصراحة دا كان النهاردة ايه العطور اللي احنا استعرضناها مع بعض خلينا اقول لكم ان هما الناس مشكورين يعني هحط لكم لينك السايت او الصفحة تحت سيبقى لك معاك لينك الموقع ولينك الصفحة وهما ناس بتدعم الشحن لاي مكان وعندهم يعني خدمات وتستاهي جيدة جدا وتقدر تتواصل معهم وتقدر تعرف تقدر تستفيد بينهم ازاي والحقيقة هما يعني مشكورين ادوني كود خصم 30 في المية هسيبهه لك تحت في الديسكريبشن او في وصف الفيديو ان انت لو انت حابب ان انت تطلع على عطورهم بشكل اعمق او اكثر او تستوضح لاي معلوم انت عايزها فهتلاقي اللينكات تحت في وصف الفيديو تقدر تبص على اللينكات وتزور اللينكات بتاعت سواء الموقع او سواء الصفحة دي كانت يعني مرور سريعة ونظرة سريعة على عطور اربس مبسوط جدا انه كنت معاكم النهاردة يا نخبة يا الكعب العالي ده طبيعة الاشياء ان الواحد يبقى مبسوطه هو معاه ابها ناس من وجهة نظري على وجه هذه البسيطة شكرا جدا لكم والدعمكم والرسائلكم ما تنسوش تعملوا سابسكرايب ولايك للفيديو وتكتبوا كومنتات لو انتوا جربتوا حاجة من دور اربس قبل كده او لا او حتى لو انتوا جربتوا توجه من التوجهات التلاتة اللي اتكلمت عنها النهاردة ارجوك ان انتوا توضحوا لي ده في الكومنتات شكرا جدا ليكم طيب الله صباحكم ومسائكم دمتم في خير وعلى خير السلام عليكم